بتيجي بمعنى الستر اللي هو زي ما يكون مثلا حد عامل ارتكب اثم او ارتكب حاجة شنيعة وبعدين حد بيجي يستره احنا في اللغة الدرجة في مصر حد يقولك ايه استره فاستره ربنا هو اللي بيستر دايما يقوله كلمة طوبة للذي سترت خطيته بالزبط وغفت اثمه وسترت خطيته موجودة في مزمور 32 فبالرحمة والحق يستر الاثم من يستر المعصية يطلب المحبة ودي موجودة في امثال ودي انا هقف عندها شوي من يستر معصية يطلب المحبة ودي بالزبط اللي هو عمله معنا المسيح لانه هو حبنا لانه هو كان بيحبنا محبة ابدية هو سطر الاثم ده هوت وبدل ما الخطية دي كانت فاصل ما بينه وما بينه بقى هو سترها هو مغطيها فعلشان كده هوت بتيجي المعنى الاولاني بتيجي بمعنى اللي هو الستر انه هو بيسترنا بيستر خطية بتاعتنا لكن فيه معنى التاني برضو اللي هي يعني نرجع لمزمور 32 الاية الاولى طوبة للذي غفر اثمه ومش بس يعني غفرت وسترت خطيته يعني فيه ستر فيه يعني غطاء انصح التعبير يعني الموضوع مش موضوع ان ربنا يغفر وتفضل الخطية موجودة وانا حاسس بيها ومتعلقة وانا حاسس بالزنب من ناحيتها وبلوم نفسي طول الوقت عليها لكن انا ربنا بيغفر لي وبيستر خطيتي يعني مش مش بيغفر لي وبس لكن بيغفر ويستر اللي اتنين فبالتالي انا بعيش فيه تصالح مع نفسي تفضل اخت رشان علشان كده اوت المسيح اما جيه ستر الخطية بتاعتي هو غفر ذنبي وسطر خطيتي فانا حصلت صالح مع نفسي وهي دي النقط علشان كده اللي هي انا كنت بتكلم فيها اللي هي تأثيرها على حياتنا انا حياتي بتتغير لي لان هو مش بيغفر لي بس زنوبي وافضل انا فاكرها لنفسي ده هو بيغفر لي زنوبي بيستر خطيتي فانا مش بقدر اغفر لنفسي الخطيتي بس نوضح الفكرة انت بتتكلم عن طريق طبعا سفك دم لانه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة للخطايا لازم يكون فيه دم اشتركوا في القناة